موسيقى مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معنا بهالحلقة الجديدة من ضيف وحكاية نحن اليوم جينا خصيصا على مدينة ألمهولت السويدية حتى نتعرف على محمد الجندي يلي قدر بفضل جهده ومشروعه الخاص بتعليم الأطفال اللاجئين في لبنان إنه يحصل على جائزة السلام الدولية للأطفال فكيف نشأت هالفكرة عند محمد وكيف قدر ينفذها على أرض الواقع بنفس الوقت اللي هو كان عم يعيش فيها تجربة لجوء كل القصة اللي احنا عرفها منه شخصيا بعد لحظات خليكن معنا موسيقى So the Expert Committee of the International Children's Peace Prize applauds Muhammad Al-Jundi for his quest to make sure refugee children can enjoy their right to education I am calling on everyone, governments, schools, universities and companies worldwide to put our strengths together because every action, small or big, can make a change محمد مشروع مركز غرسة لتعليم الأطفال اللاجئين بمنطقة البقعة اللبنانية هو المشروع اللي انت حصلت بفضل جهدك الكبير فيه وبفضل الفكرة ويعني جهودك الكبيرة بدعم الأطفال اللاجئين حصلت على جائزة السلام الدولية للأطفال وهالمشروع انتلق قبل أربع سنين بالوقت اللي انت كان في عمرك حوالي 13 سنة يعني انت كنت بنفسك لسه طفل وعم تعيش تجربة لجوء في اللبنان أول شي خبرنا انه هاي الفكرة كيف خطرت بذهن محمد الطفل اللي عمره 13 سنة هلا أنا أول موصلت على لبنان خطت تجربة خفيفة بالشغل بالمقيمات مع ناس عدي ومنظمات مختلفة بعدين بيومين ما كنت قاعد مع الأولاد وقررنا استر تسألهم انتو شو شو حبين يعني شو فيه شي حبين يكون موجود وعندكو هلأ هو مانو موجود فالأغلبية العظمة من الأولاد قالوا انه بنا ما كان فينا نعبر عن حالنا فيه وفينا نرتاح فيه وفينا نعمل رفقة وبدنا نتعلم وبدنا نطور حالنا من هون هي كانت فكرتهم وفكرة من نفس الوقت انه نعمل المدرسة فقعدنا أنا وأهلي طبعاً أهلي عندهم الفضل الكبير انه هني ساعدوني بكتابة البروبوزال كل هالشغلات لاني أنا ولد عمري كانت 13 سنة حبت العرض لان هو فرق كبير بين ان الواحد عنده فكرة و بين انه ينفزع تماماً اي انا شفت انه صعب كتير وانا شغلات ما بفهمها يعني اكتابة البروبوزال مشروع دراسات هدول ما بعرفها فأنا اضطريت انه انه تعاون مع اهلي وهذا الشي كان افضل شي عملته لانه لهيك كمات نجيح المشروع بفضلهم كمات وكتبنا البروبوزال وبدأنا نقدمه للعالم من العالم لمنظمات يعني؟ اي حدي بيمرقبه وجهنا منظمات رفقاتنا حدي اول مرة تعرفت لي بكل عندي مشروع بعتلك يا شيف كيف فيك تساعدني فيه لانه انسا ما كنا بنعرف هذا الشغل كيف بصير عرفت كيف لانه الساعتنا كلنا جداد باللبنان وجدادة هذا الجو فبلشنا نقدمه وفيه شباب بالمانيا قبلوا انه يساعدونا وصاروا يعملو هنه كمات حملة جامعة تبرعات بالمانيا ويبعتو لنا كل تبرعات على لبنان ومن هون يبلشنا بالمدرسة كيف بلشت المدرسة؟ يعني هو المشروع بدأ فكرة بعدين صار فيه دراسة دراسة شو تضمن انه لكم طالب انه وين بدا تكون الارض انه شو المنهاج وين دون يوجو المدرسين هاي الامور درتوط لأولى حل بسرعة هلا هو للصراحة هي كان اهم فكرة عنا ياها لانه انه المكان المدرسي وين موقعها بالبقاء لانه كان في كتير مخيمات بعيدي عن المدارس والمدينة يعني محطوطة مثل نحنا نقول بالفلا فنحنا اخترنا موقع في اربع مخيمات بعد عن كل شيء اغلبية الاطفال فيهم بيقدوا طول يوم بالخيام وكمات هدول الاربع مخيمات كل الاطفال عندهم كان رغبة انه يدرسوا فنحنا كان هدفنا نلاقي وين الرغبة الدراسة والمكان الافضل وهون هني عرفنا انه هون لازم تكون المدرسة وبلشنا فيها انت وعائلتك ما كنتوا قاعدين بالمخيمات ما هيك؟ لا انا وعائلتك كنا قاعدين بنفس المنطقة البقاءة الاوسط هي باللبنان اللي فيها اغلبية لاجئين السوريين والمخيمات كنا قاعدين ببيت بس ما كنا قاعدين بالمخيمات وين بدأ هذا العمل لقيت الموقع بس البداية كانت في خيمة ما هيك؟ يعني شو كنتوا تقدموا للاطفال داخل خيمة؟ هلا الخيمة كانت اربع غرف بس والادارة كانت هي كريدور الخيمة بس كنا نقدم لهم اول بالبداية كنا نقدم لهم محو أمية اغلبية الاطفال لانه اغلبية الاطفال احنا كنا نشتغل مع عمارة صغيرة فاغلبية الاطفال بحيات المرايحين عمدرسة فكنا نقدم لهم محو أمية والاطفال كانوا بمدرسة بسوريا او صر لهم فرصة انه اول فترة قصيرة فوتوا مدرسة بلبنان كنا نقدم لهم رياضيات وانجليزية اهم الشيء ولغة عربية وبعدين صار فيه دعم من جمعيات مختلفة بمناهج فاصلنا نعلمون منهاج السابت لهم مواد وفي كتب وكله صنوة الزعلونية طبعا وكنا نشاطات ثانية كنا نختلف مثلا حكي غني ألعاب كانوا نقعد كلنا هاي اكتر نشاط انا كنت حبو يحكو هاني شو بدون يحكو افكار وشغلات نضحك كذا واني انا كنت قريبة عمرون كمعات مكنت اكبر منهم كثير فكنت اتسلى انا كمعات حتى معهم ايه شو كانوا يحكو اكتر شي؟ شو عالان بذهنك؟ هلا اكتر شي اذا كانوا يحكو بجهتين كانوا يحكو عن شغالات كثير يحبوها وكثير بيحكو عنها ايه شغال بقى يحكو أبدا سيئة فاشاءات اللي يحكو كيف عن حياتهم بسورية كيف كانوا يلعبوها اكتر شي هي ذكريات عن حياتهم بسورية وكيف كانوا يلعبوه كيف كانوا يطلعوه بالمخيم اغلبية الحكي اذا كنا عم نحكي عن الحاضر كان عن حياتهم اللي هن بيعتبروها سيئة انه هن عايشين بخيمة عندهم قدر ان يعملوا شيء عندهم الطاقة وبدهم بس ما عندهم الفرص فكرة العمل تطوعين فكرة هي مجتمعاتنا بشكل عام ما كتير متعودة عليها انت كيف دخلت بفكرة انك انت بدك تعمل شيء للاطفال انت مستعد انك تستثمر وقتك وجهدك لانك تعمل شيء لاطفال بدون اي مقابل بهذاك العمر اللي نحكي عن 13 سنة انا ما بقول انه بلا مقابل لان انا للصراحة بهديك الفترة كان لديم ق�و وقuard افيك فاضي وليس حلوق broadcasting في غيثم وجهدت انه مقابلما كيف تعملو ح juego شاركا بهدفا لديم احلام معهم كانوا حلمون ان يطوروا حياتيا وأنا لا أخت cảmاظ من ابت فأني بعض يحلموا python وعطوني مساحة وعطوني موافقتهم أني أنا أحلم معهم هذا الحل. فأنا هذا اللي خلاني أتشجع أكثر. فأنا ما بحب أقول أني أنا اشتغلت شيء مشانو، أنا اشتغلت شيء معهم. لأنه أنا أخذت مقابل أنا بالنسبة لي بشوفه أكثر من العطيطونية. يعني هني أعطوني معنى لحياتي بها تلك الفترة. عطت فرجوني أنه بأي ظرف كنت فيني كون أقوى. فرجوني أني أنا ما لازم أوقف. أني ما لازم أخسر أملي بالهي الحياة أو ما لازم أني بطل إحدى. فأنا لعطوني شيء المقابل شيء شخص يطورني أكثر كشخص أكثر من مادة. نحنا أي شيء نشتغل كتطوع نحنا نعتبره أنه نحنا عم نساعد العالم. بس نحنا للصراحة وقت نشتغل هذا الشغل نحنا منحس رضا عن نفسنا. ونحس أنه نحنا عم نتطور كمعادة. فهو ممساعدة هو الشغل هو التعاون أنت تتطلئ وبتأخذ شيء. بس نحن لا نحس بأننا نأخذها قد ما نعطيه. هلأ أنت عم تقلي أنك في لبنان كنت بدون مدرسة. لكم سنة كنت بدون مدرسة إلى ثلاث سنين ما؟ الأول إيه تقريباً ثلاث سنين صحيح. ثلاث سنين ضعوا بدون مدرسة بالنسبة لإلك. ما كنت بها داك العمر يمكن فرحان أنه ما في مدرسة؟ هلأ أول فترة إيه من الصراحة أنه خلصنا من مدرسة. ولكن كما يقولون أنه لا نحس بقيمة شيء لنخسره. وهي المدرسة الصحية. نحن كأولاد في هذه الفترة أو الآن. نقول أنه يجب أن تخلص المدرسة ونخلصها. ولكن عندما نفقدها لمادة طويلة طبعاً، نحس بأنها جزء كبير. لماذا؟ أول ما وصلت إلى لبنان، لم يكن لدي فرصة أن يتعرف على أشخاص أجداد بعمري أبداً. لأنني لم أكن في مدرسة. لم أكن لدي حياة خارج المنزل لأنني لم أكن في مدرسة. فأنا خسرت مو بس خسرت شيء من يوميات، خسرت شيء من شخصيتي. يعني هي المدرسة هي جزء كبير تبني شخصيتي مثل عائلة. يعني مثل أنا بايوا أمي كيف بنوني وعملوني وربوني، المدرسة كانت بتربييني. فأنت تصوري أنه أنا مثل خسرت أهلي. أنا هيك خسرت أحس بعد فترة. أنا في جزء من حياتي بنى شخصيتي خسرته. هلأ، أنت خرجت أول مرة مع أمك وأختك من سوريا بسنة 2013. شو كان السبب؟ شو اللي يدفع كنت غادروا سوريا وقتها؟ هلأ، بالفترة هديكي كان في ثورة بسوريا وأمي كانت مشاركة فيها. وهذا الشيء أدى لإعتقالها مرتين. والمرة الثالثة إجانا تهديد إنه إذا ما طلعنا لحي يصير حكي تاني. حكي تاني. تهديد بالقتل يعني؟ تماما. أشياء مختلفة نحن ما نعرف شو هي. بس أني هيك كانت الرسالة بأنه حكي تاني بكل معنى الكلمة حرفيا. فنحنا فورا يومين كنا ضابين إغراضنا وطالعين كلنا بالسيارة. بي مكان عليه خطر كتير. فضل حتى في بيع الإغراض وكل شيء حتى نحن فينا نستمر بالعيش بره. بعد فترة كما تلاحقنا. بهذاك العمر في فترة 12-13 سنة الطفل هيك حطنا هلأ بالصورة معك. شو بيكون مستوى وعيك لهي الأحداث الدرامية اللي عام تصير؟ كنت حاسس إنه هذا الشيء مخيف ولا حاسس إنه هيك هذا اللي عم يصير وأنا معشي معه؟ هلأ هو للصراحة كنت حس كنت خايف طبعا لأنه كنت دائما حس إنه ممكن بأي لحظة أني يترك كل شيء. كل شيء عرفته بحياتي. كل شيء مثل ما قلت لك أنا وقتلعت على لبنان ما كان عندي حلم لأنه أحلامي كلها كانت مدينتي. فأنا كان عندي خوف أنه كمات أنه أخسر كل شيء أنا كنت عم بحلم فيه وصيره بالمدينة. فهذا الشيء أكتر شيء كان يخوفني. أنه أنا حلمي اللي كنت ضلي عم بحلم فيه إنه لحصير هيك ولحقامل هيك بالمدينة وكذا أو هالشغلات. إنك حلا بقيت بدون حلم؟ تماما. و هذا كان بواعي 12 سنة؟ نوعا ما لأنه بـ 12 سنة أنت بتكون أحلامي كبيرة. فبتكون متعلقة بالشغلات اليومية التي تعيش فيها. يعني شو كانت أحلامي أني أكبر أنا ورفقاتي نجيب سيارة نطلعها ترطوس على البحر. هيك كانت الأحلام. بس هادوري كلها اختفى لأنه أنا طلعت من كل سوريا. وأنا تركت رفقاتي وتركت الشارع. ومسلا كنت أحلام أني نصير أستاذ في مدرسة ما فيني. لأنه أنا مدرسة اللي كنت أحلام أصير أستاذ فيها ما عدني قريبة عندنا. فأنا كان عندي أحلام كبيرة وكثيرة. لأنه ظرف أني عمدت 12 سنة. بس كل هذا الشيء اختفى. لأنني أنا بعدت عنه تماما. فأنا خسرت أحلامي وخسرت طبعا حياتي بكل معنى الكلمة. لحياتي اللي كنت طول عمري بعرفة لمدة 12 سنة. في chassis من من قبل شروع أبداhängين في اليمن. كيف حالك؟ أوه الثلاثة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ونهدوا كل المخيمات ومنهم المدرسة وصارت ووقفنا لمدة شهر لحتى لغانا تمويله كل شيء ورجعنا بدأنا المشروع بمنزل بنفس المنطقة تقريبا صار أكبر معناتك المشروع إمكانياته أكبر شو هو الفرق اللي هلأ فيك نتلخص لنا يا أبن لما كيف بدأ المشروع كخيمة لا كيف هلأ صار ضمن بناء رسمي هلأ المشروع صار تقريبا محترف أكتر صار الأسادزي مو ولد عمرو 13 سنة صار في لاقينا أسادزي مختصين عاب يعلموا بالمدارس صار المساحة أكبر صار في مثل الباحة للأولاد صار في إدارة مو كريدور وصار في إداريين صار في هيكلية أفضل للمدرسة وصارت مدرسة أكتر مننا بس خيمة صارت إلى عيبة مدرسة فالأولاد صاروا عن جد يحسوا أنهم يروحوا مدرسة وصار بقى نحن هذه الفترة المدارس الرسمي الليبنانية صارت استقبل سوريا فنحن صارنا ما عندنا بس عم نعلمهم وننسى وين صاروا أو ما عندنا نعلم شو بدون نعمل فيهم وإخر شي صارنا نحيئهم ليفوتوا على المدارس الرسمي إن لاقلوا المكان ليفوتوا على المدارس الرسمي ويتكفت عليهم كم طفل تستوعب هذه المدرسة؟ حاليا تستوعب المدرسة 200 طفل هذا الدوام اليومي في دورات دعم بمادة الرياضيات والإنجليزية لأن الأطفال بروح على المدارس الرسمي اللبنانية وفي عنا دورات محو أمية وجنجر إيكواليتي للنساء والرجال وبس لحد الآن أكيد بيحبوك الأطفال محمد أنت قريب من عمرهم قريب من تجربتهم كمان لأنك كمان طفل لاجئ بيحسوا فيك أنك أستاذ بيعملوك أنه أستاذ محمد أو بيعملوك أنه يا محمد هلأ هاي قصة الضحك أولا بالمدرسة بوقت كانت خايمة ما كانوا كثير يعملوني أستاذ بس بعد فترة وقت صارت بناء وصارت أنا أول فترة كنت عبعلم هونيك في الأولاد الصغار وأنا كنت كبرت صار إن كان صار عملي شيء 15 سنة فصاروا يعيطوا الأستاذ فبعد فترة أنا فت على المدرسة الرسمية اللبنانية كانوا نفس الطلاب كانوا معي في المدرسة أنا أسعى 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 كانوا معي في المدرسة في المدرسة سأعيطوا الأستاذ بس نحن الثاني طلاب بس أنه العلاقة موئين هني بإعطوا الأستاذ قل نحن متعودين عيطلال بيعلمنا أستاذ بس بس العلاقة كانت لا معنا أستاذ وطالبي أنا كنت دائما أحاول فيه حدود طبعا لأن أنا بدي يكون أظل عندي نوعا ما سيطرة على الولاد مشان هدى الصف وكذا بس غير هيك نحن رفقة بيحكول بالدنيا اذا ما مو حبين ياخد درس اليوم بيقولولي ببطل ناخد درس يعني اكتر معنا علاقة هيك سأصدقاء انه هنه هذا اللي عايزين ومو عايزين اسه هنه هنه عايزين أصدقاء هذا الشعور بالمسئولية كبير كمان منك محمد تجاهي لأطفال هذا الشعور بالمسئولية كان احيانا يضايقك شي انك انت متحمل شي اكتر من طاقتك انت بالنهاية طفل يمكن تحب تلعب تحب تجيب تياب جديدة تحب تقضي وقتك يمكن بتلفزيون او بهوايتك الثانية اجا فترة حسيت انه هذا اكتر من طاقتك هلا طبعا لانه الشغل بالمخيمات ومع اللاجئين السوريين بالمخيمات ما نرسال ابدا متل ما قلت اول فترة اول فكرة انه بتصير تحسي بالمسئولية انه انا بلكي هذا المشروع مع بفيدون متل ما هني بدون طبعا غير شي القصص اللي بتسمعيه والاحداث اللي بتشوفيه باليوم هذا الشي كتير بيأسر عليك بتصير تقولي انه انا نفسي بتتحمل هاي الدرجة متل سوري او بدي اخذ استراحة يعني في كتير يعني مثلا في كان في عائلة كانوا هني عبارة عن 8 اشخاص العائلة يعني فيه ولاد كتير بس فضلوا اربع او لانه مات كتير عالم منهم في مثلا في عائلة كانوا البي والامة يتينوا وبنت عايشي عند مرة ما بتعرفها بس انه المرة قالت انه انت عايشي عندي ففي كتير قصص انا هاي القصص الحزيني اللي صارت لهاي فهي انت انت بعد فترة بتتعودي عليها وهون المشكلة انه انت بتتعودي عليها انا عرفتها شوية انا بعد فترة انه مثل ما اقلت وليد عمره 13 سنين تعود يسمع قصة انه والله بي مات او رفيقي مات او رفيقي تقناص او هاي الشغلات انا تعودت عاي القصص وقد بادرك اني انا تعودت علي اني ما عد عب حس بشي جواتي وقد عب يقولولي فيها هذا الشي لحاله مؤلم انه انا اوكي تعودت عالموت عرفت كيف انت ما تعودت ممكن انت عم تحمي نفسك ممكن حماية النفس بسي للصراحة بتحس انه حتى هني تعودوا يحكوا هاي القصة عرفت شو او ما بعرف اذا هني يعني انا ما في نأكد لك شي بس هذا الشي خطر هذا الشي هلاق عب يواجهنا كلنا نحنا كسوريين نوعا ما انه نحنا عب نتعود على هاي الاخبار هاي الاخبار اللي عب تصير بسوريا هلاق ما عب تأسر فينا قد البداية لانه صارت احداث يومية كيف كنت تتعامل مع هذا الشي عاطفيا نفسيا مع عائلتك يمكن اكيد يعني عائلتك في الها دور كبير محمد ببناء شخصيتك بدعمك بهذا المشروع دور العائلة بدعمك بهذا الشي كيف فيك تشرح لنا او تصف لنا هلا انا كان اكتر شي احكي عن هاي الاشياء انه الشغلات السيئة اللي عب تصير مع اكتر شي احكي مع بي فهو كان قل له دور كتير كبير يقل لي انه كيف اتعامل مع هايك مشاعر او كيف مو اتجنبه بس كيف انه شو اسمه احوية بمكاني يخليني اطور شغلي اكتر وكيف خليني انه 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 ان نظم يعني نظم مشاعري ما بعرف اذا كتير فكرة واضحة بس انه بحيث انه هلا انا بدي اشتغل فانا ملازم كتير فكرة بهذول الامور بس انا كانت ملازم انسا لانه هي بالضل موجودة فكان اكتر شي هذا الاحديث دور بينه وبين بي اما بالنسبة له مثلا عائلتي يعني امي كنا ندور اكتر شي احديث اذا طفل قلي شو انا لازم ارد عليه عرفت كيف يعني كانت لانه نحنا اتنين نشتغل المدرسة وهي عنده خبرة طبعا كمات هي استاذة الرياضيات ايه صحي استاذة الرياضيات و 14 سنة خبرة فانه كان تعلمني اكتر انه كيف انا رد عليهم فكان انه في حالهم تلقائيا قسموا الشغل بينه امي بي انه كيف انا اتعامل مع نفسي وهي كيف انا اتعامل مع الناس وطبعا بيصير دور اختي انا اختي مثلا هي حركي وهي بتحسيها سعيدي اكتر وعندها طاقة اكتر مني فكانت كما تمدني بهاي الطاقة او تمدني بهاي الفرحة عرفت كيف وكان خالي مثلا هو الشب مثل رفيقي انه نقعد انا وياه مثلا نكت نحكي عن الشغلات ما فين احكي مع بي وامي عنا فكنا هيك انه كل وانا بنفس الوقت قلي دور بكل واحد فين فكنا كلنا كفريق منساعد بعض بشغلات مختلف الشغلات والاكيد اللي بقدر بتخيله محمد انه اختلفت كمان علاقة والدك ووالدتك معك بين محمد اللي طلع من سوريا عمره 12 سن طفل لهلق محمد لوين وصل وين بتشوف هذا الاختلاف هلق بيعملوك اكتر هيك كصديق كصديق كند ولا كان دائما هيك هلأ هي المعاملتي كصديق كانت ده اغلب الاوقات هيك لانه هنه بي اذا هنه كانوا يعابي عاملوني كاهل او كبيوهم ويمارسوا صوتهم علي فهنه بيامنوا انه هذا ممكن يحد من من تعبيري عن افكاري ومن تطوري فهنه كانوا دائما معاملوني كصديق بس بعد ما شافوا انه معاملتهم معي طلعت ان شافوا النتيجة فصاروا عطوني الحرية اكبر يعني صار فيني ما قبل مسأنا كان فينا عمل بدية بس لازم ناقشوا بعدين لا صار فينا عمل بدية وفيه شافت ماني منطر ناقشوا معه بيكسب سقط اهله 18-16-19 سنة انا كسبتها 16 سنة كن جايز بضب اغراضي بروح هلأ اصلك شهر انت موجود في السويد انضميت لوالدك هو فترق عنكون بعد ما طلعتوه للبنان اجعل السويد وهلأ انت من شهر انضميت لهون هل هذا بيعني انه هلأ المدرسة تغرسة لح تسكى لان محمد معاد موجود او هي مستمرة هلأ احنا كنا من بداية المشروع كنا كتير من تبهين نعم فكرة انه المدرسة مانا متعلقة بشخص فهي مكانت بحاتة مكان متعلقة فيه فلأ ملاح تسكر طبعا المدرسة بس هي متعلقة بالتمويل فهي اهم من الشخص فهي المدرسة نحنا كل سنة منواجه هاي الفكرة انه كل سنة ممكن تسكر هلأ يعني هلأ مثلا بالشهر الرابع فيه خطر انه تسكر المدرسة هلأ بعث 3 شهور بعث 3 شهور تماما الجائزة هي ايمتها 100 ألف يورو هل هاي الميت ألف يورو فيك انت تستثمرها بالمدرسة فيك تدعم مشروع فيها او شو وضع المصاري هلأ الميت ألف يورو هي استثمار من قبل كيتشرايس فونديشن المنظمة من قبل نفس الفكرة انا كنت عشتغل فيها وهي التعليم فهي مو قلي مو لمشروعي حتى هني بستثمروا فيها بأي مشروع بالدنيا هلو علاقة بالتعليم ممكن يكون باللبنان ممكن يكون التركية ممكن يكون بالأردن ممكن يكون بأفريقيا مثل ما بدون بس المهم يكون له علاقة بالتعليم بس انا فيني يقدم مشروعي بس متل ما قلد انه هي مو قليل شخصيا وانا ماري علاقة فيها ابدا طب اذا هلأ احدا من المشاهدين اللي عم شوفونا عجبته كمان فكرة المدرسة محمد وحب انه يقدم لكم الدعم كيفينو يتواصل معك او معكن طبعا من انه انا هون فهلأ صار شغلي اكتر شي انو تواصل مع هدو نعم من العالم اللي عندو اهتمام بالمدرسة ففينو يتواصلوا معي على الايميل شخصيا ايميلي بسيط واللي هو مو جي او يو ان دي او جيميل دوت كوم اوكي فينو يتواصل معي يبعتون لهم افكارن او شو حبين يساعدو وانحنا بقى منوزعهم عمختصين تواصل او مختصين التبرعات وهون بنصير فيه تعاون طبعا هذا الشي مهم لانه نحنا المدرسة ولهلأ هي مبنية عاشخاص حبوا يعطوه شيلة لعنم فحلو ان انا شوف عنم كمات مهتمة بالشيلة عم نشتغله او مهتمة بالولاد حلو انها تستمر هالمدرسة لان لهلأ عم تفيد عدد كبير من الاطفال اللي لسه ما دخلوا يمكن مدارس رسمية في لبنان انت هلأ محمد بوجودك في السويد ما صلك شهري يعني لسه ما فينا نقول شو انجزت او شو عملت حاليا عم تزور مدرسة تحضيرا للدخول للجامعة على مستوى النشاط الاجتماعي بسبب وجودك هون هل لح توقف شغلك مع اللاجئين او عندك افكار تانية هلأ طبعا عندي افكار تانية هلأ بس هون الافكار صار اكتر منا اكاديمية يعني هلأ صار هون عندي محاضرات مع اكتر من مدرسة هون مع اللاجئين ومع السويديين وهلأ هاي الفترة الشهر انا عب حاول افهم طبيع التفكير اللاجئين الموجودين هون من السوريين او من مختلف الجنسيات لانفي لاجئين مختلفين جنسيات نوعا ما في هنده هلأ بهذا الزمن في كتير بيبين فصل فصل بين الاهل المنطقة يعني السويديين واي لاجئين من جايين من اي منطقة كانت فيه فصل نوعا ما فكري اكتر من اجتماعي فعم نحاول نشتغل عليه اختلاف فكري تماما مثل اختلاف ثقافات خلينا نقول فيه فصل ثقافات بيناتهم فعم نحاول نشتغل على هذا الشيء هذا الاختلاف نقلله ونخليه كلهم يكونوا يشتغلوا ككتلة نوعا ما فهي الفكرة المشروع هلأ بس اصلا ما في شيء واضح لحدنا لسه الفترة قصيرة يعني لابد ما تبدأ تحضر وتنطلق بدك شوية وقت شو بتحلمه محمد؟ هلأ انا طبعا بحلم احلامي ما كتير انا بحلم من الصراحة لانه متل ما قلت للك التجربة اللي انا مريت فيها خلتني خاف من هاي القصة بس بحلم انه طبعا انه الاحلامي لمدى القصير انه تستمر المدرسة مثلا بحلم للمدى البعيد انه كلنا نرجع واللي هو حلم صعب بس انه بتمنى انه نرجع ونرجع ع مكان افضل نرجع عالمكان احنا كنا نحلم فيه وقد بلشنا بالسورة بس هذا حلم صعب بس ومجزء نوعا ما مستحيل بس فينا احنا عملنا المستحيل من قبل وفينا نعمله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة